صلاحية رئيس المزارة معروفة بهذا الموضوع اهلا بكم الى الصباحية من تليفزيون المستقبل وفي العنوين الرئيس الحريري يؤكد انه ليس ملزما باي مهلة لتشكيل الحكومة ومكتبه الاعلامي يرفض المزايدات على دوره بملف عودة النازحين الجيش يسلم جثث سبعة قتلى من اصل ثمانية سقطوا في مداهمات الحمدية الاحتلال الاسرائيلي يسقط المقاتل على النظام السوري فوق الجولان المختل ومقتل قائده اهلا بكم بدعوة من اتحاد قطاعات النقل البري في لبنان ينفذ اضراب عام واعتصامات في مختلف الاراضي اللبنانية كما سيتم تنظيم مسيرات سيارة باتجاه وزارة الداخلية وذلك اعتبارا من التاسع صباحا الى ذلك تنفذ القوى الامنية انتشارا واسعا لمنع اي تعرض للاملاك العامة وحفاظا على سلامة المعتصمين هذا وقطعت منذ بعض الوقت بعض الطرق لاسية مطريق الشام الدولية عند دوار مدينة علي موضوع النازحين السوريين في لبنان من بوابة الاقتراح الروسي كان حاضرا في مباحثات الرئيس الحريري مع القائم بعمال السفارة الروسية والذي ابلغ الرئيس المكلف عن زيارة للممثل الخاص للرئيس الروسي الى بيروت يوم غد الخميس في هذا الاطار استغرب الحريري في دردشة مع الاعلاميين كيف ان روسيا والولايات المتحدة الامريكية قررت عودة النازحين بدلا من النظام السوري وردا على سؤال بشأن تشكيل الحكومة كشف ان الاتصالات مستمرة وانه سيزور رئيس الجمهورية قريبا جازبا بان ليس ملزما باي مهلة للتشكيل المقترح الروسي بشأن عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم بحثه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع القائم بعمال السفارة الروسية فيتشسلاف مصدوف بحضور مساعد الملحق العسكري دينيس خيتاريا ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورش شعبان وقد ابلغ مصدوف الرئيس الحريري بوصول ممثل خاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدفاع قبل نهاية الاسبوع الحالي الى بيروت لمناقشة واستكمال البحث في الموضوع وبعد اللقاء اصدر المكتب الاعلامي للحريري بيانا نوها فيه الرئيس الحريري بالجهود الدولية التي تعمل على تأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم وقال البيان ان الرئيس الحريري يتابع المقترحات التي اعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية وتجري مناقشتها مع الادارة الامريكية في ضوء النتائج التي اسفرت عنها قمة هلسنكي بين الرئيسين الامريكي والروسي وهو اذ يجدد الترحيب بكل ما من شأنه ان يساهم في طي صفحة النزوح السوري ووضع حض لمعاناة ملايين الاشقاء الذين يطوقون لعودة امنة وكريمة الى بلادهم يترقب خريطة الطريقة التي اعدتها وزارة الدفاع الروسية متطلعا لان يشكل التنصيق مع الادارة الامريكية والامم المتحدة وسائر الجهات المعنية جهدا جديا لمعالجة ازمة النزوح واضاف البيان سبق للرئيس سعد الحريري ان نقش خلال الزيارتين الرسميتين لموسكو في ايلول وحزيران الماضيين تدعية الازمة السورية على لبنان واشدد على المعاناة الكبيرة التي تواجه لبنان جراء النزوح السوري وارتداداته الاجتماعية والامنية والاقتصادية واكد في لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجوب ان يشمل الحل السياسي للمسألة السورية تنظيم عودة النازحين من لبنان وقد اطلع من مستشاره للشؤون الروسية جورش شعبان على تفاصيل اجتماعه الاخير مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف وعلى المقترحات الروسية الخاصة بالتنظيم العودة من لبنان والاردن واشدد الرئيس الحريري على ان دوره في ملف عودة النازحين توجبه مسئولياته القومية والوطنية والحكومية وهو يرفض رفضا مطلقا ادراج هذا الدور في خانة بعض المزايدات والسباق السياسي المحلي على مكاسب اعلامية وشعبوية لا طائلة منها فالرئيس الحريري لا يخوض في هذا المجال السباق مع احد بل هو يصابق الزمن لمساعدة الاشقاء السوريين على توفير مقاومات العودة الامنة والسريعة الى ديارهم ورفع عباء النزوح الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المجتمع اللبناني ولذلك اضاف البيان يهيب الرئيس الحريري بكافة القوى السياسية وبالاعلام اللبناني خصوصا مواكبة المستجدات المتعلقة بعودة النازحين بما يوفر لها مقاومات النجاح والتطبيق الامن والابتعاد عن اغراقها في متاهة التجاذبات الداخلية يؤكد الرئيس الحريري ختم البيان على اهمية المهمات التي يطلع بها الامن العام اللبناني بالنسبة لتسهيل عودة النازحين وتأمين خطوط العودة لكل من يطلبها على الاراضي اللبنانية ويتطلع لان تتكامل هذه المهمات مع الضمانات الدولية وكافة الجهود التي تتضافر في سبيل انهاء مأساة النزوح السوري في لبنان وسائر دول الجوار اعلنت قيادة الجيش اللبناني مساء امس انها سلمت جثثة سبعة قتلى من اصل ثمانية سقطوا في مداهمة الحمودية فيما تستمر التحقيقات لجلاء هوية الجثة الثامنة المجهولة تمهيدا لتسليمها الى ذويها والجثة السابعة التي تم التعرف اليها تعود الى بول نعمان الذي كان يتردد الى منزل المطلوب علي زيد اسماعيل لتعاطي المخدرات وكان اهالي بريتال نفذوا امس اعتصامات احتجاجا على المداهمة وقطعوا الطريقة الدولية معلنين عن سلسلة مطالب تقرير ناهد يوسف هنا كانت المداهمة وهنا اشتبك اخطر المطلوبين مع الجيش اللبناني ومن هنا كانت تصدر مخدرات المطلوب علي زيد اسماعيل لتقتل الاخرين اثر الرصاص لا تزال حاضرة وشاهدة على نهاية امارته نهاية اسفرت عن مقتله ومقتل والدته وشقيقه وعمه وابن عمه وثلاثة اشخاص يعملون معه احدهم من زحل واثنان من التابعية سوريا مقتل عائلة المطلوب وخصوصا والدته كانت محل احتجاج لدى اهالي بريتال احتجاج ترجم بقطع الطريقة الدولية عند مفرق البلدة بالاتجاهين لثلاث ساعات ونصف الساعة بالاطارات المشتعلة شلت خلالها حركة المرور هذه الوقفة هي بداية احتجاجات في بعلبك الهرميل حتى تفتح الدولة تحقيقا شفافا وين سياسيين المنطقة من اي مواقف عم تصبر او يحكوا شي بخصوص هذا الموضوع انه فيه احزاب وفيه سياسيين موجودين بهذه المنطقة المشكلة ان هذه المنطقة ليس فيها سياسيين وليس فيها احزاب فيها مستثمرون بالعمل السياسي والعمل الحزبي وهم شركاء وفيها نواب والنواب شركاء باصال المنطقة الى ما وصلت اليه لانهم مرتهنون لعداء وظيفة لا تموت الى اهل البقاع بصلة نحنا مع الخطة الامنية بل ضد الاحكام الميزانية اللي عم بتصير عنا وخصوصا منطقة بريتيل لانه الطبق السياسي اللي عنا هدى كله بيشرب من كفة نحنا كبلدية نستنكر السلوب الذي حصل او الذي تم استخدامه ولا ينسجن مع الاعراف والقواعد القانونية لذلك اننا كبلدية نطالب قيادة الجيش بفتح تحقيق عادل وشفاف عما حصل اطلقوا العنانا لاحتجاجهم وصرخوا في وجه البؤس والفساد والفقر الذي يعيشونه فهاجموا الاحزاب السياسية النافذة محملين اياها مسئولية ما قالت اليه الامور في بلدتهم شكرا له شكرا 11 شهاد هود الفجر الحمدية اسمه مش فجر الجروب هو مبارح سال حد حسن عبي احتفل عبي اعمر سوري جايد عم افرع ضيق وما شو اهلت حدي والان الاحباط فينا سرمية حدي والدفاط فينا سرمية اهل ضيق لا والله ما ينبوه الان والله ما ينبوه والله ما ينبوه تعالي في السرمين تخبون 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 الحمد لله لما انتخبتش حزبه الله مرايحة ضمير كل ما انتخبنا القوى الامنية التي عززت انتشارها جيش وقواء من داخلي وبعد مفاوضات متعددة مع الاهالي تمكنت من اعادة فتح الطريق بالاتجاهين كما فتحت معها ملفات امنية وسياسية المشهد في بريتال يختصر بكلمة واحدة الاهمال اهمال انمائي خدمتي وامني وغطاء سياسي خلق مجرمين واسمح لهم بالتماد باجرامهم اما صرخة الاهالي فتدعو الى كف يد السياسيين عن البلدة واحتضان الدولة لها بالامن اولا من بريتال ناهج يوسف تلفزيون مستقبل مجددا خرجت اصوات الممانعة للعدالة لمهاجمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمولجة محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذه المرة عبر حملة تحمل عنوان الحملة الوطنية لالغاء المحكمة الخاصة بلبنان تقرير ربيع شنطف بعد نغمة الدعوة الى اعادة العلاقات بين لبنان والنظام بشار الاسد الى طبيعتها قلفت في ليل نغمة تحت عنوان الحملة الوطنية لالغاء المحكمة الخاصة بلبنان والتي صدر عنها بيان رقم واحد يتهم المحكمة المختصة بكشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالتسييس ويتباكى على مالية الدولة رحقول بالقانون ان المحكمة هي مثل الجنين اللي خرج من بطن امه وما بقى فيه امكانية للعودة الى الداخل لذلك ولادة المحكمة بالنسبة للدولة اللبنانية هي شخص ثالث للإلغاء لانه اذا بدي يلغي هالمحكمة بدي يلغيها الشخص اللي يقلفها والجهة اللي يقلفتها هي الامم المتحدة وفقا للفصل السابع لو كنا عم نتعاقد مع الامم المتحدة لانشاء هالمحكمة وفقا للفصل السادس كان بالامكان الحديث عن الخروج من هذه الاتفاقية بمجلس النواب اذا هذا بالقانون لبنان ما له اي دخل في انه يمون على مجلس الامن يلغي قرار سابق اخذه او حتى الدول اليوم المعنيه في مجلس الامن لتصوت على قرار بإلغاءه ما فيها تلغيها لانه رح يكون في ذاته من الدول المؤيدة لمفهوم العدالة الدولية المحكمة الدولية مستمرة وتقوم باجراءاتها وسط التوقعات بان الحملات عليها من البعض ربما لا اعتبارهم ان اصدار الاحكام بات قريبا الى حد ما ما بيجوز بالحكم او محكمة حيادية ما بيجوز نحنا نعمل نوع من التبصير والتنجيم في موضوع التوقيت لانه المحكمة لما بتدرس اذا بتعتبر الملف انتهى بتصدر حكمة اذا اعتبرت انه في بعض الارارات او في بعض القضايا بعد بدأ استكمال رح بتطلع ارارات اعدادية لاستكمال النظر او بحث بعض الامور العالقة وإلا بتطلع ارارة يلي بيكون قابل للاستقناف بيكون بنظر البعض انه بيقولوا انه طولت المحكمة خليوني يعتبروا انه المحكمة جديا بلشت من العام 2014 مش قبل الاجراءات بمعظمة استكملت ولكن دعوة شيكبلة رسيد في لبنان عم تاخد 15 سنة احيانا على ما تقدم يبدو انها اوركسترا يقودها مايسترو واحد موجها العازفين على اوتار تهدف الى الضغط في محاولة لعرقلة سير العدالة كتلة المستقبل توقفت امام بروز بعض الاصوات النشاز المطالبة بالغاء المحكمة ورأت فيها دليلا قاطعا على انها قطعت شوطا كبيرا في اظهار الحقيقة رأت كتلة المستقبل النيابية انه بات من المؤكد للجميع ان تشكيل الحكومة حاجة وطنية توجبها التحديات الاقتصادية والتطورات الاقليمية وفي مقدمها المستجدات المتعلقة بعودة النازحين السوريين الكتلة خلال اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري جددت دعمها لجهود الرئيس الحريري ولاجواء التفاؤل التي يعبر عنها تلفت الى ان التنصيق والتشاور القائمين بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يشكلان الرافع الاساس لعملية تشكيل حكومة وان تعاون الاطراف السياسية على تدوير الزوايا وتقديم التنازلات المتبادلة من شأنه ان يعطي دفعا قويا لهذه الرافعة وينهي دوام التجازب حول الحصص الوزارية وتوزيعها الكتلة اشادت بمسارعة الرئيس الحريري الى التواصل مع القيادة الروسية بشأن عودة النازحين السوريين الى بلادهم ورأت في مساعيه ترجمة صادقة للموقف الثابت بان المصير الحتمي للنازحين هو العودة الى سوريا وان هذه العودة يجب ان تتم بضمنات دولية تحفظ للنازحين العائدين امنهم وكرمتهم الكتلة توقفت امام بروز بعض الاصوات النشاز المطالبة بالغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ورأت في هذه المطالبة دليلا قاطعا على ان المحكمة قد قطعت شوقا كبيرا في اظهار الحقيقة واحقاق الحق في هذه القضية الوطنية الكبرى الكتلة تؤكدت ان عملية الحمودي تأتي في سياق قرار الحكومة الذي تنفذه القوى الامنية والعسكرية بالقضاء على منابع الافات الاجتماعية التي تخل بالمجتمع حيات الكتلة العملية الناجحة التي قامت بها الكوى العسكرية في بلدة حمودي في بريتيل والتي ادت الى ضابط كميات كبيرة من المنوعات واشارت كتلة المستقبل الى ان مصادقة الكنيسة الاسرائيل على قانون الدولة القومية اليهودية يشكل دليلا جديدا على العنصرية المطلقة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتتبعونا في النشرة بعد الفاصل دعوات للحفاظ على صلاحيات الرئيس المكلف اهلا بكم من جديد الى هذه النشرة في اطار البحث في ملف تشكيل الحكومة واخر المستجدات المتعلقة بمطارب الافريقاء عقد ليل امس لقاء جمع الوزير ملح مرياشي والنائب وايل ابو فعور بالوزير غطاس خوري في منزله حيث جرت تشاور حول الوضع الحكومي وتأكيد مرجعية رئيس الحكومة بالتأليف واذا كان من حرص على سرعة فيجب عقلنا المطالب من بيت الوسط دعا زوار الرئيس سعد الحريري الى تسييل مهمته بشأن تشكيل الحكومة واثنوا على تمسكه بصلاحيات الرئاسة الثالثة المستجدات وشؤون الانمائية التي تخص منطقة عكار بحثها رئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع النائب السابق خالد الظاهر الذي امل يرد الجميل الى الرئيس الحريري من خلال تسهيل مهمته وعدم وضع العصي في دوليب تشكيل الحكومة والادرار للمصحة الوطنية هناك ضرورة للالتزام بالدستور والحفاظ على الصلاحيات كل الرئاسات وكل المؤسسات وكل محاولات النيل من صلاحيات رئيس الحكومة او لاضعاف رئاسة الحكومة هي محاولات فاشلة وستبوء بالفشل لذلك كل اللبنانيين يقفون اليوم مع دولة الرئيس في حرصه على تشكيل الحكومة في حرصه على تمسك بالصلاحيات كلنا يعرف ان الحكومة تشكل من خلال الرئيس المكلف الذي يقدم التشكيل الى فخامة الرئيس وفي ظل هذه الاجواء التي عاشها اللبنان في المرحلة الماضية من توافق ومن تقارب ومن موقف سياسي لافت للرئيس سعد الحريري عندما تواصل مع كل الافريقاء ومد جسور التواصل والتعاون ويد التعاون لكل الافريقاء في الانتخابات الماضية وهذا ظاهر في اكثر من منطقة كان هناك تسامح وتعاون استفاد منها كل الافريقاء تشكيل الحكومة حضر ايضا خلال استقبال الرئيس المكلف وفدا من الهيئة الادارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف ياموت الذي اشار الى ان الهيئة تمنت على الرئيس الحريري الاعاز بعد تأليف الحكومة لمصر في لبنان اعادة منح قروض الاسكان الميسرة وحصر الاستفاد منها بالطبقة المتوسطة وشكلت الرئيس الحريري على اسرعه بالطلب الى وزارة المال بتحويل مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية من اصل مستحقات جمعية المقاصد المتراكمة كما ادانت الهيئة قانون القومية العنصري الصادر عن الكيان الصهيوني كما اشهدت بتمسكه بكامل صلاحيات رئيس الوزراء المكلف وبحرصه على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالسرعة الممكنة حتى يتمكن من الانتقال الى معالجة جميع الملفات الحياتية التي تهم المواطنين ودعت جميع الكتل النيابية الى تسهيل مهمته والتواضع في طلباتها الرئيس الحرير التقى قائد قوات الطوارئ الدولية اليونفل العاملة في لبنان الجنرال مايكل بيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كما استقبل سفير بلجيكا اليكس لينارتس وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا تحت عنوان ضد القمع اعتسم عشرات الناشطين والصحفيين في حديقة سمير قصير احتجاجا على الاستدعاءات التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية تصاعد وطيرة ملاحقة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بسبب تغريدات وتدوينات تعكس اراءهم ومواقفهم من الطبقة السياسية دفعت بعشرات الصحفيين والناشطين الى الاعتصام في ساحة سمير قصير رفضا لما اسموه سياسة التخويف وكم الافواه والتضييق على الحرية العامة وقد رفع المعتصمون لافتات حملت عنوان ضد القمع عدد هذه الاستدعاءات وصل الى سبعة بعد استدعاء كل من خالد العبوشي وريان الخطيب للتحقيق معهما باقل من عشرة ايام وصلنا لعدد سبعة انتهاكات خاصة بالحريات العامة وحرية التعبير وهذا رقم ما بعتقد انه مسبوء باللبنان على الاقل ممكن يذكرنا بعهد الوصاية مقبل الالفان وخمسة سنة يوميا منتطلع قضايا الفاساد والليحة سنة منتضمم مع بعض كان ناشطين الاعتصام وقف حقيقي لنقول القمع ممنوع حرية الرأي هي الاصل وهي المسموحة ولا شيء يجب ان يمنع حرية الرأي هي رسالة ضد السياسات القمعية التي بحسب المعتصمين باتت خطرا على حرية التعبير والرأي المكفولة الدستور وفي المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل حرب بالتغريدات بالخط العريض بين امريكا وايران اهلا بكم من جديد في الاخبار الاقليمية والدولية اعلن جيش الاحتلال الاسرائي اسقاط مقاتلة سورية من نوع سخوي بعد دخولها اجواء جنوب الجولان المحتلة للمرة الاولى منذ اربع سنوات اسقط جيش الاحتلال الاسرائيلي طائرة تابعة لنظام الاسد من طراز سخوي لدى دخولها هضبت الجولان المحتل جيش الاحتلال قال في بيان انه راقب عن كثب اختراق المقاتلة السورية المجال الجوية مسافة كيلومترين وتم اسقاطها باطلاق صاروخين من طراز باتريوت ونقل موقع سبوتنك الروسي عن مصدر عسكري سوري ان القائد الطائرة قتل في العملية فيما لا يزال مصير الطيار الاخر مجهولا بدوره ذكر اعلام النظام السوري ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف الطائرة اثناء قيامها بغارات في المجال الجوي السوري من جهة اخرى يشهد الجنوب السوري معارك عنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش وتتركز الاشتباكات على محاور بالقرب من الشريط الحدودي مع الجولان المحتل وفق ما رصده المرصد السوري لحقوق الانسان موضحا ان القتال اندلع في منطقة صيدة بعد تقدم النظام ميدانيا سياسيا وبعد زيارة خاطفة الى تل ابيب حمل وزير الخارجية الروسي سيرجيل افروف رفضا اسرائيليا الى موسكو بشأن الوجود الايراني في سوريا وكذلك بالنسبة للمقترح الروسي بابقاء الميليشيات الايرانية على بعد مئة كيلومتر على الاقل من خط وقف اطلاق النار على الحدود مع الجولان المحتل وتأتي زيارة لافروف بعد سيطرة النظام السوري على محافظتي درع والقنيترا اثر حملة عسكرية نصقت فيها روسيا مع الاحتلال الاسرائيلي اعلن التحالف الدولي انه قتل زعماء مهمين في تنظيم داعش كانوا يخططون لشن اعتداءات تستهجف السعودية والولايات المتحدة الامريكية والسويد وقال التحالف ان غارة جوية نفذها في نيسان الماضي اودت بحيات منور الامطير الذي كان يخطط لشن اعتداءات على السعودية وقتل ايضا سوفيان مكوح وهو بلجيكي سافر الى سوريا للتخطيط لشن اعتداءات على الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة كما ان غارة جوية اخرى في حزيران الماضي قتلت شخصا يدعى سيماك وكان مرتبطا بخلية تخطط لشن اعتداءات في السويد ابقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب الباب مفتوحا امام امكان التفاوض على اتفاق لنزع اسلحة ايران النووية وذلك بعد يومين من مهاجمته طهران على تويتر وابدى ترامب في كلمة لقدامى المحاربين في المعارك الخارجية ابدى استعداده للتوصل الى اتفاق حقيقي معتبرا الاتفاق الذي ابرمته ادارة اوباما بالكارثة وسط هذه الاجواء تستعد الولايات المتحدة الامريكية لفرض عقوبات جديدة على ايران فهل تنجح باخضاعها للتسوية تقرير معتصم حميدو التغريدة بالتغريدة والحرف بالحرف هكذا تتجسد حرب التصريحات بين واشنطن وطهران بعدما دخل اسلوب جديد على خط التهديد والوعيد انه الحرف الكبير استخدمه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تغريداته على تويتر لتحذير نظيره الايراني حسن روحاني من معاودة تهديد الولايات المتحدة وان لا فسيواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ لم تمضي ساعات حتى رد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ضريف على تغريدة رجل البيت الابيض فقال له بالخط العريض كن حذرا بعدما كان قد كتب لا شيء يثير الاهتمام نفس المصار بيذكرني باللي صار بين واشنطن وبيونجيون من امريكا وكوريا الشمالية حينما الامور صار في تبادل تهام وتراشع اعلامي افضت الامور الى تسوية لكن التسوية بحسب نادر لا بوادر لها في ظل تشعر الملفات من سوريا الى اليمن وصولا الى العراق ولبنان كل مكان موجود في ايران او ايران هي في صاحب النفوذ بكل ساحة هذه الساحة مأزومة بنتائج قمة هلسانكي من يومات بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين والبتدل ان هناك شبه تسوية عم بتتم على حساب الايرانيين في الداخل السوري تترصد طهران سلة العقوبات الامريكية المرتقبة عليها ومنها منع تصدير نفطها فهل ستتمكن من الالتفاف عليها؟ شركات اساسية مثل توتال توتال مثل سيمينز لانسحبت من الداخل الايراني خوفا من تدعيات العقوبات الامريكية مصالح هذه الشركات الكبرى بالسوق العالمي وبالسوق الامريكي تحديدا من تفوق يعني تفوق بكثير المصالحة في الداخل الايراني انا لا اعتقد ان ايران سوف تقوم باي عمل عسكري لسبب انكشافه في ساحات اخرى قصد انه هذه الساحات عم تشهد تراجع ما عم تشهد تقدم العالم الافتراضي كما على ارض الواقع ضغوطات كبيرة تمارس على طهران من قبل واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي فهل ينقض الاوربيون ومعهم روسيا والصين طهران ام سيتم الاطاحة بنظامها وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعنوين الرئيس الحريري يؤكد انه ليس ملزما باي مهلة لتشكيل الحكومة ومكتبه الاعلامي يرفض المزايدات على دوره بملف عودة النازحين الجيش يسلم جثثة سبعة قتلى من افل ثمانية سقطوا في مدهمة الحمودية الاحتلال الاسرائيلي يسقط مقاتلة للنظام السوري فوق الجولان المحتل ومقتل قائدها بهذا نأتي الى ختام النشرة الى اللقاء صلاحية رئيس الوزارة معروفة بهذا الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة